السلام عليكم ورحمة الله زيكم يا ولاد عاملين ايه معاكم استاذة فاطمة اشرف هحل معاكم نموذج استرشادي لصف الاول الاعدادي النموذج ده فيه شكل الاسئلة اللي الوزارة عرضتها او اللي هيجي زيها في الانتحان ان شاء الله اول حاجة يا ولاد نموذج الاولاني عندنا بيبدأ بالقراءة من موضوع الحرية طبعا هعرفين موضوع الحرية الكاتب اللي كتب الدرس ده هو مصطفى لطف المنفلوتي تعالوا نشوف مع بعض الاسئلة اختر الاجابة الصحيح معنى حالكة شديدة السواد ولا ناصعة البيض ولا مزلمة طبعا يا ولاد احنا خدنا ان حالكة شديدة للسواد اوعى تطلبت بينها وما بين كلمة مزلمة شبه الكاتب الحرية بيه طبعا يا ولاد احنا خدنا ان الكاتب شبه الحرية بالشمس وبالحياة يبقى اذا هنا الاجابة الشمس والحياة ممكن السؤال يجيلك بطريقة تانية ممكن يقول لك الشمس ويعمل شرطة ويكتب لك الحياة ويسألك أنه جابه فيه من اللي صح بس يجيب لك اختيار كمان ويقول لك الأولى والثانية أو الثانية والثالثة خب بالك أن الكاتب شبه الحرية بالشمس والحياة الاثنين مع بعض طيب من قصة عقبة ابن نافة أمر عمر عقبة أن يقيم مع البربر ليعلم المسلمين أمور دينهم ولا لينشر الإسلام ولا ليؤدب البربر طبعا يا أولاد إحنا عارفين أن عمر بن العاص حين رفض عمر بن الخطاب استكمال فتح إفريقية عاد عمر بن العاص إلى مصر وطرك عقبة في بركة ليعلم المسلمين أمور دينهم يبقى إذن يا أولاد هنا عمر بن العاص أمر عقبة ليه أن يقيم في بركة ليعلم المسلمين أمور دينهم وليس لينشر الإسلام لأن أصلا عمر بن العاص حين دخل بركة نشر الإسلام يبقى إذن هو طرك عقبة ليه ليعلم المسلمين أمور دينهم طيب ارتدى أهل نقطة عن الإسلام عرفنا برضك أن عمرو بن العص حين عاد إلى مصر ارتدى أهل ترابلس عن الإسلام وامتنعوا عن دفع الضريبة يبقى إذن هنا يا ولاد اللي ارتدى عن الإسلام مين؟ أهل ترابلس وطبعا ارتدى يعني ارتدوا عن الدين رجعوا عن الدين رجعوا إلى الوسانية مرة أخرى ثانيا النصوص من نص عشقناك يا مصر طبعا عارفين نص عشقناك يا مصر اللي قالوا الشاعر فاروق جوي ده وده شاعر مصري معاصر وقال النص ده لتعبيره عن حبه لمصر سيبقى شبابك رغم الليالي دياء يشعر على العالمين سيبقى شباب مصر دياء يشعر خير على مصر ولا العرب ولا العالم طبعا يا ولاد شباب مصر دياء يشعر خير على العالم والدليل على كده ان الشاعر قال العالمين والعالمين دي مفردها العالم سيبقى شبابك دياء سوى الشاعر الشبابي طبعا يا أولاد قلنا سيبقى شباب بوك يضياء صور الشاعر شباب مصر بشمس دونير للعالم يبقى إذن هنا هو صور الشباب بإيه؟ بالشمس بعد كده يا أولاد النحو طبعا زي معرفنا أن الامتحام مش هيجي فيه لا تعبير ولا إملة ولا خط ثالثا للنحو مصرنا عظيمة يضحي أبناؤها بأرواحين فداءا لها عشتي يا مصر عزيزة اعرب كلمة أبناؤها نطلع تاني يا أولاد للقطعة فوق يضحي أبناؤها طبعا إحنا هنا في جملة فعلية عشان يضحي دي فعل مضارع يبقى إذن مين اللي بيضحي أبناؤها سألنا بمين يبقى فعل يبقى إذن كلمة أبناؤها إعربها إيه؟ فعل مرفوع فداءا نطلع للقطعة نشوف فداءا فين هنلاقي فداءا يا أولاد جد بعد فصلة منقوطة وكمان جد في جملة فعلية أخذنا في ابتداء إن اللي يجي بعد فصلة منقوطة بيبقى مفعول لأجله وأخذنا كمان إن المفعول لأجله نسأل عنه بلماذا لماذا يضحي أبناؤها بأرواحهم؟ فداءا يبقى إذن فداءا مفعول لأجله لسببين أولا جد بعد فصلة منقوطة ثانيا جد في جملة فعلية سألنا بلماذا؟ طلعت الإجابة فداءا المؤمن يدعو ربا الجملة في محل رفع خبر جملة فعلية ولا خبر جملة إسمية ولا مفرد طبعا يا أولاد إحنا أخذنا إن الخبر بنسأل عنه بكلمة ماله المؤمن ماله يدعو ربا يدعو دي أولاد فعل مضارع يبقى إذن بدأت بفعل يبقى خبر جملة فعلية إسلامي فعل صحيح ماموز معتل أجوف صحيح سالم طبعا يا أولاد إحنا أخذنا عشان نعرف نفرق بين الصحيح والمعتل لازم الأول إن إحنا نجيب الماضي ونحزف الضمائر كلمة إسلامي فيها ضمير طبعا الياء وكمان لسه هنجيب الماضي طب تعالوا نجيب الماضي بتاعها الماضي بتاعها إسلامي سلامة وطبعا حزفنا الياء اللي هي الضمير فهنا عندنا الحروف السين ولام وميم الحروف هنا خالية من حروف العلة إذن هي مش معتلة يبقى إحنا هنستبعد الاختيار ده طيب صحيح ماموز يعني إحدى حروفه همزة وطبعا السين واللام والميم ما فيش أي همزة ما بينهم يبقى إذن الإجابة هنا يا أولاد صحيح سالم لإن السالم هو الذي خلط حروفه من الهمزة ومن التضعيف تمام كده يا أولاد ده كان كده نموزج من الوزارة حلناها مع بعض راجعوا عليه كويس جدا وده شكل الأسئلة اللي هيجي في الامتحان إن شاء الله وتابعوا صفحة المدرسة إن شاء الله هنزل نمازج تانية بنفس الشكل هنحلها مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته